بسهل خير عامليني يا رب تكونوا بخير توقع برج السرطان لرابع اسبوع من شهر يناير 2023 هبتدي بالجانب المهني مكتوب كده اللي انا قريته كن قنوع حتى لا تفقد عملك ان انت تبقى قنوع او انت طبعا كلام ليك وليكي ودي توقعات الغيب محدش يقدر رفغ رابنا احنا من استفيد بن دردش وكمان يعني الاحداث اللي تيجي في توقعات ما بتخرجش برا حياتنا فممكن الفت انتباهك لحاجة من خلال النصيحة المهم ان القناعة كنز لا يفنى ده حقيقي ومحدش قلي حاجة وانا مؤمن بده بس القناعة حاجة والطموح حاجة انا بطمح ان انا كون احسن دي مش حاجة وحشة القناعة بقى ان انت تبقى راضي وفي نفس الوقت عندك طموح يعني لكن مش ابقى بطمرد او بنفر او متدايق علنا فيه يعني اللي هو ده فيه غيري بيقبض مش عارف اكتر مني بأضعاء لا ما هو كده مش ما دي مش قناعة يعني كده انت هو ده عدم القناعة لكن القناعة غيري بيقبض كذا انا المفروض انا كمان اشوف هشتغل على نفسي ازاي عشان اقبض زيه ده الصح تمام لا تفقد عملك ودي جاية برضو من القناعة ان انت انا شايف شغلك ده مرتبك في الارض شغلك او مرتبك في الارض وشايف ان شغلك ده سايق جدا مع ان فيه ناس ثانية محتاجة الشغل ده بالمرتب ده وهم برضو يستحقوا زيك مرتب اعلى لكن هم عادين من غير شغل فانت تتمرد على شغلك هنا بقى القناعة بقى مفيش قناعة هنا فتبتدي تسيب شغلك وما تلاقيش شغل انت شفت بقى انت لو كنت قنوع وراضي لحد ما تطور من نفسك او تتفتح لك فرصة تانية افضل غير لما تبقى رافض شغلك اللي انت فيه وتاخد قرار ان انت تسيبه وبعد كده ممكن تندم ودي بتحصل اكيد يعني فخلي بالكم الحاجات دي كن كنوع قول دايما الحمد لله ان انا شغال في غيري مش شغال وان انت تعلم وتطمح دي حاجة كويسة بس الطموح عايز سعي انت لازم تسعى للطموح الطموح مش هيجي وانا قاعد في مكاني ما بغيروش لا خالص ما بغيرش من نفسي ما بغيرش من عاداتي يعني فيه كلام كده قريته قلت مرة في كتاب اسرار عقل المليونير 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 دي سوري المليونير اني بيقول لك مكانك حاليا هو نتيجة افكارك ومعتقداتك لو انت مرتاح وبتتقدم فدي نتيجة افكارك ومعتقداتك لو انت ما بتتقدمش وحالك دلوقتي سيء فدي برضو نتيجة افكارك ومعتقداتك يبقى لازم ساعتها تغير افكارك دي ومعتقداتك علشان تشوف ايه الفكر الصح انا لازم اغير الفكر ده واشوف فكري تاني يكون افضل واسلوب وسلوك تاني علشان اتقدم واشوف السلوك ده منفعش يبقى لأ انا في حاجة غلق لازم دايما تدور ورا نفسك وتدوري ورا نفسك ده لو انت عايز تعل غير انك تقرأ كتب وتطور من نفسك تشتغل على نفسك بجد صدقني هتلاقي نفسك ابتدته بقى في حتة تانية تدريجيا من حتة لحتة افضل ربنا يوفقكو يا رب ويديكو الحكمة وكمان يقويكو الجانب العطفي هبدأ بالعزاب حاول توسيع دايرة معارفك باشخاص تشبههم يعني موليد برج السرطان يحاولوا عزاب شباب او شبات توسيع دايرة معارفهم بس مع اشخاص تشبههم الشخص اللي يشبهك مش هيشبهك في كل حاجة يعني الشخص اللي يشبهك احنا مفيش مننا نسخ يعني صوابع ايدنا مزاي بعض احنا مش نسخ احنا بشر كل واحد دي طباع مختلف نشبه بعض في حاجات بنسب لكن عمرنا ما هنبقى زي بعض مية في المية دا زي دا بالظبط لا ما بتحصلش يعني لكن ان نلاقي حد شبهنا بنسبة كويسة اه في بنسبة خمسين ستين في المية ممكن ودي من الاشخاص اللي احنا هنرتاح معاها وهيبقوا فاهمنا وفاهمنهم شبهنا بقى وغير بقى ان التوسيع الدايرة دي هتزود من فرص الارتباط لموليد برج السرطان وفي فرص الارتباط مكتوب يعني ولكن هو اللي مكتوب صالونات ومكتوب كمان بالنسبة قليلة برضو جواز الصالونات حابب اقول او ارتباط الصالونات يا ريت ما تستعجليش في الخطوبة ولا انت هتستعجل في الخطوبة اعرفوا بعض كويس حتة الخطوبة بالست شهور اللي انا انا بشوف ده بعيني خطوبة ست شهور خطوبة تمن شهور يا جماعة انتم مش هتلحقوا تعرفوا بعض بست شهور وتمن شهور كويس مش اقل من سنة ونص هتلحق تعرف العيوب والاهل والتفكير والوعي اللي انت هتعيش معاه كل ده هتلحق تعرفوا ست شهور ده يعني عشرة شخص عشرته اعرفه مع عشرته اوش ما عرفوش فعشرة يعني سنة ونص المفروض اقل حاجة لسنتين عشان تعرفوا بعض وانت تعرفوا بعض ما تجيش بعد الجواز نتصدم ان احنا ما كناش شايفين حاجة معينة ما احنا استعجلنا في الخطوبة فاهميني هي دي بقى التركاية فياريت لو فيه يعني ارتباط صلونات ادي فرصة لنفسك واحتكي بيه كتير وشو فيه وهو متدايق وهو كويس وشو فيه وهو بيفكر وشو فيه رد فعله بيبعمل ازاي وهو متدايق الحاجات دي مهمة اوي والتربية الالفاظ الحاجات دي تخليك تعرفي الشخصية اللي قدامك يعني ادرسوا التفاصيل وانت ادرس تفاصيلها كويس تفاصيلها بمعنى ان انت تشوف طريقتها بتفكر ازاي برضو ردود افعالها يعني يعرف عنها اكتر يعني علشان تبتدي تعرف الشخصية انتو هتكملوا مع بعض بقيت عمركو يعني وده جواز مش هزار ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابه الشخصية المناسبة اما بقى المتزوجين والمرتبطين شريك حياتك في احتياج للاحتواء ومن خلال الاحتواء ده المفروض انه هيكون فيه انسجام في العلاقة خلال الاسبوع يعني العلاقة هيكون متناغمة يعني فيه متوافقة مع بعض متفقين مع بعض مفيش لا مفيش خلاف يعني الاحتواء مطلوب يعني بص انا بس عايز اقول ايه لما انت تلاقي زوجتك او لمرتبط بيها بتحتويك وقلبها عليك وتحس كده ان فيه حد بيطبطب عليك ده الواحده احساس انت هتبقى حاسس ان انت ارتحت شوية من الضغوط اللي عليك من المشاكل في الشغل المشاكل الاسرية هترتاح لما تلاقيها هي بيطبطب عليك انها بتسندك دي من الحاجات الحلوة انت كمان لازم تدي احتواء يعني انت لازم برضو هي بتحتاجها سدقوني احنا كبشر احنا كبشر نبقى محتاجين حد يحتوينا يعني يطبطب علينا يقول لنا كلمة طمنة كلمة طمنة ده احتواء يشاركنا في حاجة تعبانة حاجة مدايقانة وخانقانة هو يشاركنا فيها كفاية بس احساسه ان هو بيشاركنا ان احنا نلاقي حل ده نوع من انواق الاحتواء فكل دي حاجات بتحسسك ان انت مش لوحدك هو ده الاحتواء بقى فياريت يعني لما يكون فيه اه 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 فرصة ان احنا ندي احتواء ياريت نحتوي بعض وخصوصا المتزوجين والمرتبطين لو مش بيحتويكي ما تكمليش درائي وانت كمان لو هي مش بتحتويك ما تكملكش يعني المفروض تحتويك عشان بعد الجواز تشيل معاك او تتهون عليك الدنيا والاحتواء من الحاجات اللي بتهون علينا الدنيا ربنا يا رب يهدي سره كل بيت ويكمل للمرتبطين على خير اما بقى بالنسبة للجانب العائلي تجمعات عائلية ولكن محتمل خلافات بسيطة بسبب اختلاف الاراء مش معنى مش معنى ان اللي قدامنا رأيه ضدنا او رأيه عكسنا يبقى هو ضدنا هو شخصيا لا خالص هو ليه نظرته وليه تفكيره مش شرط احنا ما ينفعش ما ينفعش نبقى كلنا منظور واحد كل واحد ليه منظور كل واحد بيشوف من اتجاه معين كل واحد بيشوف من الوضع اللي هو قاعد فيه يعني من خلال فكره وغير فكرك فده طبيعي جدا ان يكون فيه اختلاف رأي ولكن ما ناخدهاش بشكل شخصي ما ناخدش ان ده بيغلط فينا يعني عشان لا خالص طب حط نفسك مكانه يمكن لما تحط نفسك مكانه تعرف هو ليه نظرته كده او رأيه وكده فاهمني وفاهماني فياريت ناخد بالنا ولو اللي قدامنا مختلف معنا في الرأي والرأي ده مش هيدرين احنا في حاجة يبقى نفاهمه ان الرأي ده غلط عشان كزا وكزا وانت حر من غير ما نزعل بس عشان نبقى خلصنا ضمنا نبقى نصحنا ان الرأي ده غلط وممكن يتسبب له مشاكل اما بقى لو الرأي ده هيئزيني ويئزيني معي لازم افاهمه كزا طريقة علشان ده يعني احنا كده احنا الاتنين هيعود علينا بالسلبي وطبعا الاسلوب برضو بيفرق والاحترام والطريقة اللي بنتكلم بها كل ده بيفرق ربنا يا رب يجمع كل عيلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة ويبعد عنكم اي خلاف خش بقى على الجانب المالي على فكرة حاجة بسيطة وانتبه لاموالك جيدا بس هي مكتوبة كده في الجانب المالي يعني نخلي بالكم من اموالكو كويس خلي بالكم امسكوا على اموالكو كويس الفترة دي اه طبعا ده يعني ده اللي انا قريته بس اللي انا عايز اقوله ان انت انت وامكانياتك في ناس امكانياتها سامحة واخلاص ربنا يوسع من امكانياته كمان اما لو انت ظروفك محتاج ان انت تدبر امور فانت يزم تدبر امورك لحد ما الامور هتتحسن وان شاء الله ان شاء الله امور هتتحسن سدقوني بس ايه يعني هي المواضيع بما بشوية بتيجي معنا ان الامور تبقى سيئة وشوية بتبقى كويسة يعني مفيش حد مش هنفضل يعني الامور تبقى سيئة على طول وربنا ما بينساش حد اما بقى بالنسبة لاصحاب المشاريع ارباح بعد مجهود شاك ده اللي مكتوب لكن مش مكتوب الارباح دي نسبتها دي ارباح مرتفعة ارباح الليلة هو مش مكتوب كده ومكتوب بارباح بعد مجهود شاك بس تهالي بعد مجهود شاك المفروض بارباح كبيرة يعني انا بزلت مجهود في مشروعي اكيد فيه شغله وفيه حركة مشروع كويس وانا مش فاضي ومدان مش فاضي وبقى المشروع فيه حركة كويسة شغال بشكل كبير والارباح المفروض تكون في تزايد ده الصح ولا انا ولا انت شايفين يا صحاب المشاريع يعني فالمهم ربنا يوفقكو ويزيد من ارباحكو اما بقى اللي عايز يبتدي مشروع الاسبوع ده فهو اسبوع مناسب جدا للاستثمار حابب برضه اقولك واقولك بسرعة يا ريت لو انت بتفكر معك فلوس وبتفكر في مشروع او انت ما تدخلش مشروع انت ما عندكش خبرة فيه ولا عندك خلفية عنه وتدور على استثمار فحاجة تكون زي شهادات البنوك حاجة ما تكونش محتاجة خبرة زي العقارات ما تكونش محتاجة خبرة كبيرة يعني ربنا يوفقكو يا رب ويرشدكو اما بقى بالنسبة للجانب التعليم فترة مريحة ومستقبل مشرق يعني المفروض ان الفترة دي هتكون فترة مريحة لطلاب برج السرطان وكمان المستقبل هيكون مشرق يعني الفترة اللي جاية مستقبلا هتكون كويسة يعني اتمنى ده المهم ان انتو تركزوا وتبتدوا تستعدوا للمرحلة الجاية بعد ما تاخدوا راحتكو خالص انا بس مش عايز ايه افكركم بالترمي التاني او المرحلة التانية عشان ما تبقوش مدايقين ولكن ابتدوا اجهزوا بعد ما تاخدوا وقتكو ابتدوا اجهزوا علشان ان شاء الله توصلوا للنجاح النهائي وتخشوا مرحلة جديدة او تتخرج للا هتخرج ربنا يا رب يوفقكو ان شاء الله يبقى ناجح لكل الطلبة دي كانت توقعات برج السرطان الرابع اسبوع من شهر يناير الفين تلاتة عشرين لو اعجبكم الكلام ده هتنسوش دعموني بلايك لو مش مشترك او مشتركة يا ريت تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من الفيديوات نوعها انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة سيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف في الديسكريبشن تحت تاخدوا فكرة شكرا اوليكو سلام اشتركوا في القناة